صورته ما بتخلاش من شات الواتساب وعصبيته الدايمة بقت علامة تجارية وصروته عدت الثلاثة مليون دولار وبيقدر يجيب فلوس من الهوى صندوق أسرار المراكم الصغير كوسكا البابا في كل مرة بنتكلم فيها بيكون كوسكا البابا واحد من الأموج اللي موجودة في شات وده لأنها بتكون معبرة عن رد تفعل سواء كنت غضبان أو فرحان أو حاجة تانية كوسكا البابا والاسم الحقيقي هو كوسكا البكاتشو أغلو واللي ما يعرفوش كتير أنه كان ملاكم وده قبل ما يكون يوتيوبر وممثل كوميدي ومؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي اتولت كوسكا البابا في مدينة في تركيا على الساحل الشمال التركي في 10 فبراير 1975 وعنده دلوقتي 47 سنة وطوله 137 سنتي ووزنه 45 كيلو أما عن قصة حبه فهو سنجل طول حياته ومرتبتش ولا مرة لحد دلوقتي برغم أنه فيه بنات كتير هتموت وترتبط بيه كوسكا البابا قال أنه كان ملاكم محترف لمدة 3 سنين وهو كان أصغر ملاكم في تركيا من 1995 ل 1998 أما بقى السبب شهرته على السوشال ميديا هي الفيديوهات المنتشرة ليه وهو بيظهر فيها وهو غضبان من الناس وأوقات وهو بيرمي التليفون على الأرض أو بيدرب حد وده بيحسس البعض أنه بيعمل كده بإنه مغرور لكن لو ركزت معاه هتلاقيها دي طريقة خزاره ومش بس بقى الطريقة دي كمان بقت علامة تجارية ليه دخل عالم وسائل التواصل الاجتماعي سنة 2015 ونشر مقاطع فيديو عن حياته اليومية بشكل كوميدي واشتهر في 2016 بسبب مقطع فيديو ظهر فيه وهو بيتخانق مع رجل ضخم جدا وكان أكبر منه الفيديو نجح وتجوزت مشاهدات الفيديو 10 ملايين مشاهدة لحد دلوقتي وعنده أكتر من 4 مليون متابع على انستجرام أما قناته على اليوتيوب عليها ألف مقطع فيديو وأكتر من مليون مشترك كوسكل زي أي يوتيوبر بيوثق يومياته في تركيا ومقاطع مع أصدقائه وزيراته لأي دولة بيروحها وطبعا هو مشهور جدا لدرجة أن أي دولة بيروحها بيجيله عروض دعاية كتير كوسكل مش مشهور بس على فيسبوك وإنستجرام لأ ده قدر يتصدر بوجوده تطبيق واتساب وده بسبب استخدام صورت أو مقاطع الفيديو الخاصة به كستيكرز أو جي اي اف أما سروة كوسكل بابا في عام 2022 اتخطت سروة كوسكل بابا 700 ألف دولار وتم حساب قيمة سروته بناء على عدد مشاهدته من اليوتيوب وطبعا كوسكل مش هيعتمد بس على أرباح اليوتيوب ده علامة تجارية وده لأنه وجهة إعلانية لكتير من الشركات وده بيأكد أن سروته بتوصل لحوالي 3 مليون دولار ويمكن تكون أكتر من كده عما بقى مرض كوسكل بابا فهو بيعاني من مرض معروف باسم التقزم البدائي بي دي وهو شكل من أشكال التقزم وبينتج عنه حجم أصغر للجسم من مراحل الحياة وبيبدأ من قبل الولادة وبيكون الأفراد صغيرين جدا بالنسبة لسنهم وبشخص المتخصصين عادة أن الجنين بيكون أصغر بالنسبة لعمر الحمل وعادة بيتولد الأشخاص المسابين بالتقزم البدائي بأوزان منخفضة جدا وقت الولادة وبعد الولادة بيستمر النمو بمعدل أبطأ بكتير وده بيخلي الأفراد يعانوا من التقزم البدائي بيكونوا مختلفين في الطول والوزن وبتكون معظم حالات قصار القامة عن اضطرابات الهايكل العظمي أو الغدد السماء والأنواع الخمسة الفرعية من التقزم البدائي هي من بين أشد بثين نوع من أشكال التقزم وما فيش لحد دلوقتي علاج فعال للتقزم البدائي ومن النادر جدا أن يعيش الأفراد المصابين بالمرض ده بعد سن التلاتين ومن المعروف أن بيدي ناتجة عن وراسة جنين متحور من كل ولد ولكن ما بيرجعش نقص النمو الطبيعي للإضطراب لنقص هرمون النمو لي ما هو موجود في حالة التقزم النماخي قلنا في الكومنتات بتحب كوسكالبابا ولا لا وإيه هو أكتر ملسق بتحبه لي وما تنساش تعمل لنا لايك وشير وكومنت وسبسكريب وتسيب لنا قوميكس لكوسكالبابا في الكومنتات ترجمة نانسي قنقر